قد نفهم مشاركة الناس لصورهم على السوشيال ميديا أثناء أداء مناسك العمر مثلا على أنها لتوثيق اللحظة أو لإخبار متابعيك بأنك موجود هنا لكن يقول البعض من جهة أخرى هذا مكان عبادة وليس للشو أوف روجينا ممثلة مصرية يعرفها الجمهور بدورها الرئيسي في مسلسل البرينس وآخر أعمالها لهذا الموسم انحراف يتابعها الملايي على السوشيال ميديا روجينا تدلل متابعيها لا تبخل عليهم بأخبارها لا تحرمهم من مشاهدتها إنما كانت حتى أثناء أدائها مناسك العمر فالموبايل لا يفارق يدها صورت ما يجري داخل الحرم فأنت تعلموا أن هذا حساب روجينا باستخدام الكاميرا للهاتف الثاني صورت وجه البوستر لعملها الجديد وتظهر صورتها وفي الخلفية الكعبة وأنها استطوف حولها ثم ظهرت بصورتها أمام الكعبة باسمة وبيدها ذات الموبايل نشرت هذه الصورة وكتبت في منشورها تقول بإذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح في مسلسل ستهم رمضان 2023 ببركة حرمك ارزقنا التيسير والنجاح استاء بعض المتابعين من هذه القصة أو هذه التصويرات لروجينا وكتبوا في التعليقات فوكس يقول يا نجمة أنت في مقام الناس كلها تتمنى وله من قدسيته وحبه لله لابد من مسح هذا البوست وتذكري أنك تكون من الناس اللي تلهيهم عن ذكر الله في مسلسلات رمضان هذه نكبة وليس داعي للفخر مع الأسف لدينا تغريدة من شهد ثالج صالح تقول روجينا بتعلن عن مسلسلها قدام الكعبة فين احترام قدسية المكان نقص هرد كاربت وبوسي شالبي أستغفر الله إنشي راح تقول روحة الحرم المقدس بآخر شعبان قاسما بالله شي بغص أنا كمعتمرة كنت أحط إيدي فوق وجهي عشان ما أطلع بلايف أحدهم بدل ما أركز بعمرتي أركز أني أبعد عن الموبايلات وعد عن الفوتو سيشن أمام الكعبة يا بأ الصورة للذكرى بعد ما تخلص عمرتك ما في مشكلة بس أثناء العمرة حرام طبعا روجينا ربما انزعجوا المتابعون من ترويجها للمسلسل هناك لكن معظم المشاهير ينشرون صورهم في الحرم هذه إمي ساميرانة وهذا حسن شاكوش حسن شاكوش وهذه هي الممثلة اللبنانية والمقيمة في الكويت ليلى عبدالله والقائمة تطول شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها شكرا للمشاهدتك ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدتك ترجمة نانسي قنقر